السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أمميار لتفسير الأحلام بشكر كل اللي بشتركوا معايا في القناة وبيفعلوا للجرس ياريت يا جماعة كل المشتركين يقولوا لأصدقائهم المشتركين معايا أكتر وتزيد نسبة الاشتراك أكتر لأننا نعمل نسبة اشتراك قليلة جدا فاريت تدعموني وتتواصلوا معايا عشان إن شاء الله بإذن الله أتواصل معاكم وأنشر لكم فيديوهات كتيرة جدا وتتواصلوا معايا في القناة وتعرفوا كل جديد بإذن الله هعملوكم فيديوهات كتيرة جدا إن شاء الله بس حضراتكم تشتركوا معايا أكتر وتدعموني أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة معانا رؤية الأصابع بس قبل ما نقول رؤية الأصابع بإذن الله تعالى نصلي على الحبيب عشر مرات عشان يوصلوا سلامنا لي بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الأصابع ورؤية الأصابع دي فيه ناس بتقلق لما بتشوفها أنا شفت الصوابع طويلة أنا شفت الصوابع سيارة أنا شفت الصوابع بيضة أنا شفت الصوابع مش في موضعها يعني كل واحد مكان في واحد مكان الآخر في موضع آخر غير المكون موجود فيه طب هل يا ترى دوت إيه معنى الأصابع وإيه رؤيتها وإزاي نعرف معنى أو نعرف إزاي لو إحنا حلمنا بالصوابع إيه هو رؤيتنا وإيه تفسيرنا لها أول حاجة بأمر الله تعالى معانا تفسير رؤية الأصابع بتدل على إيه لو أنا شفت صوابع إيدي اليمين بس يعني أنا إيدي اليمين شفت الصوابع بتاعتي الصوابع إيدي بتشرين أنا أما لقول ده أنا صوابع إيدي خمسة ده أنا معايا صوابع خمسة وهم زي ما هم وكل واحد في مكانه موجود زي ما هو ده بيدل بأمر الله تعالى على صلواتك الخمسة اللي هو الإبهام صلاة الفجر والسبابة صلاة الزهر والوسطى صلاة العصر والبنصر صلاة المغرب والخنصر صلاة العشاء طب لو أنا بقى شفت رؤية تانية لو أنا شفت بقى إن صوابع إيدي قصيرة يعني صوابع إيدي اليمين أنا لسه بتكلم عن صوابع إيدي اليمين الشمال لسه هنجيلها لو هي قصيرة عن طولها الطبيعي شفتها حسيت واستشعرت إن صوابع إيدي اليمين قصيرة ده دليل على إنك مقصر في صلواتك مقصر في صلواتك وبتتكاسل يعني يا بتتكاسل يا صوابعك قصيرة فمقصر في صلواتك طيب لو أنا بقى العكس تماما لو أنا حلمت إن صوابع إيدي طويلة ده دليل على إن أنت محافظ على صلواتك بأمر الله تعالى يبقى أنت ما بتتركش منها صلاة وبتدل على إن الصلوات عندك مظبوطة وحلوة ومشي مظبوطة يعني بأمر الله طب لو أنا حلمت إن أنا بقى في صوابع من صوابع سقط أو وقع أو تقاطع ده 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 دليل على إن أنت بتترك صلاة في فرد من الفروض عندك بتتركه وبتسيبه يبقى الصوابع المقطوع ده دليل على إنك بتترك صلاة أو فرد من الفروض ما بتصلهاش طيب لو أنا بقى حلمت إن أنا ليا صوابع مكاني التاني لو مش في مكانه اللي هو في صوابعي بالزبط كده لأ أنا لقيت صوابع ليه مش في مكانه محطوط في مكانه واحد تاني ده برضك بيدل على إن أنت الصلاة عندك ما بتصلهاش في وقتها بتصلها في وقت الآخر في وقت يعني أنا بصلي الظهر بس بصلي الظهر والعصر يبقى أنا بصليت الظهر في وقت غير صلتها طيب لو بصلي العيشة بصلي المغرب بس بصلي المغرب والعيشة مع بعض ده بيدل على إن الصوابع عندك مش موجودة في أماكنها موجودة في مكان الآخر دوت بيدل على إن أنت صلاتك في وقت آخر بتصل الصلاة طيب لو واحد بقى حلم إن واحد عده في صابع إيدي أو في طرف صابع الإيد هنا بقى بالنسبة لو واحد عد صابع إيدي لو أنا لقيت واحد عديني في صابع إيدي أو البنانة بتاعة الصابع البنانة اللي هي طرف الصابع كده مثلا ده دل على سوء أداب المعضود ومبالغة العادة في تأديبه يعني بيقدبه فهو بالغ والمعضود هنا عنده سوء في الأدب ده تفسيرها طيب في بقى مننا كتير يقولك ده نحلمت إن صابع إيدي السبابة والإبهام الإبهام لقيته بينزل لقيت صابع من صابع إيدي الإبهام مثلا بينزل لبن وإن السبابة بردك بينزل بقى بس إيه ربنا يحفظنا جمعا بينزل دم ده أنا شفت رؤية غريبة جدا ده دي بقى رؤية يعني أنا مستغربة لا دي بسيطة جدا وده بيدل على إن هنا أم الزوجة إن هنا يشرب إبهام اللبن ده أم يشير على أم زوجتك أو أم امرأته والسبابة هنا الأختها أختها هي يبقى الإبهام والسبابة بيشيروا على أم مراته وأختها طيب في رؤية كمان بردك من ناس كتير بتحس أو بتستشعر بيها في المنام أنا ما بعملهاش في الحقيقة أو بعملها بس أنا حست وستشعرت إن أنا عملتها في المنام اللي هي إيه بيفرقع الأصابع بيفرقع أو بيطقطع في الأصابع ده دليل يعني إيه بقى ربنا يحفظنا جميعا ده كلام قبيح هيطلع من بين أقاربه هو الكلام هيطلع كلام قبيح أو كلام هيزعله كلام مش كويس هيكلموا عليه بس أقاربه هو صاحب الرؤية ده بيدل لو في فرقع في الصوابع طيب ده بالنسبة لفرقع الصوابع لو إحنا شفنا المياه والدم واللبن طيب بالنسبة لصوابع اليد اليسرى صوابع اليد اليسرى هنا حبيبي ربنا يا ربي يكرمنا جميعا داية بقى مرضك مش مخيف دا داية هنا لو أنا شفت إيه الخامسة صوابع إيه الخامسة كاملة بس كنت شايف في المنام إيه اليسرى يعني كانت واضحة قوي كده أنا شايف إيدي الشمال أو اليسرى دا دليل على أولاد الأخ وأولاد الأخت دولة بقى أنت شفتهم بتشوفهم ربنا يحفظ أولادنا وأولاد أخواتنا وأولاد أخواتنا جميعا يا رب دا دليل على أولاد الأخ وأولاد الأخت طيب فيه ناس تقولك بقى دا أنا شفت دوافر بيضة وشكلها حلوة قوي وجميل بس ودوافر حلوة قوي دا دليل على سرعة الفهم والحفظ للرأي الرأي هنا عنده سرعة حفظ وفهم وبأمر الله تعالى كمان ربنا يكون ربنا بأمر الله يعني أو مثلا رأي آخر يعني بيقول ممكن يكون صلاح الدنيا والدين والدنيا دا كمان ممكن يكون ليه صلاح في الدين ودنياته برضك دا بالنسبة للأظافر يعني البيضاء لو واحد شاف الأظافر بتاعته بيضاء طيب آخر حاجة بأمر الله تعالى معانا ويا ريت حضراتكم تكونوا استفدتوا آخر حاجة معانا وهي من يقلم الأظافر أو هنا لو الرأي بقى شاف أنه هو بيقص دوافره أو بيقلم أظافره دي من الرؤى الجميلة جدا برضك المحمودة دي أنه هو بيخرج زكاة الفطر اللي بيقلم الأظافر أو بيقص دوافره دا هو الدليل أنه هو محافظ على إخراج الزكاة زكاة الفطر في موعدها يا ريت برجو من حضراتكم أن حضراتكم تشتركوا معايا وتفعلوا للجرس لأن قناتي لسه جديدة وعايزة اشتركات أكتر عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى وهنتكلم بعد كده إن شاء الله عن المشاكل الزوجية وإزاي نحلها وإزاي نعالجها بالقرآن وإزاي نقرأ أدعية وإزاي نتواصل مع بعض أكتر ولو أي حد عنده مشكلة تفسير في رؤية أي حاجة إن شاء الله بإذن الله هرد عليه في فيديوهاتي وهقول لهم كل جديد بأمر الله تعالى بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة